انت وانا مدعوين علشان نصلي لأعداء الله انت وانا مدعوين علشان نحب أعداء الله انت وانا مدعوين علشان نقنع أعداء الله دول انهم ييجوا يقبلوا دعوته للخلاص من خطياهم انهم ييجوا يستقبلوا الحياة الأبدية انهم ييجوا يأمنوا بيه وانهم يقبلوا كرب ومخلص ويكون ليهم شركة معاه هل أنت مستعد لده؟ الكتاب بيقول منتدب شعبك في عدد ثلاثة شعبك منتدب أنت مستعد ولا أنت يعني قاعد كده في حياتك المسيحية المملة وبتقول طيب أنا لازم أعمل كده علشان أنا حاس أني مجبر وأنا عليها مسئولية وأنا حاس عارفين يعني لازم أعملها كده يا وإلا الناس هتفكر إيه فيها أنت لازم تعمل كده ولا مش لأ لازم تكون مستعد لازم تكون مش قادر تستنى لحد ما تجيلك أوامر الحركة هل أنت قدمت نفسك كزبيحة حية زبيحة حية سلطان يسوع مش بس سلطان ملكي هو كمن سلطان كهانوتي بصوا على العدد أربعة أقسم الرب ولن يندم يعني مش هيغير رأيه أنت كاهن إلى الأبد على ردبة ملكي صادق ملكي صادق هو نوع من المسيح كان نفسي يبقى عندي وقت أكتر علشان أحكي لكم عنه بس اسمعوني هو نوع من المسيح وأول مرة بنسمع عنه كانت فيه تكوين إصحاح أربعتاشر لما إبراهيم بيواجهه وبيشوفه وفرم بيعرفه على حقيقته وبيسجد له للأرض وبيشارك معاه مية وخمر وعيش وبعدين بيديله مش عشرة في المية من داخله لكن عشرة في المية من إجمال صروته وبيسلمه له هو كان ملك شليم كان ملك السلام هو ملكي يعني ملك ملكي صادق يعني ملك البر هو ملك السلام